السلام عليكم معكم ملتر النادر نوردين قناتنا بيولوجي في النهاردة هنبدأ الجزء الجديد ان شاء الله من اميونيتي ان تانت في عندي بس تعليق صغير على الجزء ده لان اولا الجزء الاميونيتي من اسهل الاجزاء كمعلومة مباشرة ما فيش فيها اي لف وداران ومشكلتها بقى ان من العلومة اللي موجودة اصلا غير كاملة وده اللي ممكن يحيرنا في بعض الاسئلة وتلاقي في اختيارات او اكتر من اختيار ينفع معايا كده نتيجة ان معلومة الكتاب الاصلية يعني محتاجة يعني يعاد صياغتها معايا في اجزاء كتير فاحنا هنحاول بقدر الامكان نشوف الاجزاء دي ونقول المعلومة الكاملة بتاعتها وبحيث لما تيجي توصل لسؤال في الانتحان باذن الله يا رب ما يكونش في اي مشاكل وتقدر تجوه بسهولة وفقا لمعلوماتك كده وما يكونش في اي اه قطأ في صياط الاسئلة زي ما شفنا قبل كده فانا بقول الكلام ده عشان تاخد بالك وما تزعلش انت الفكرة كلها هنشوف بعض الافكار الحلوة ولو لقيت معلومة نقصة هنحاول نكملها بحيث نقدر نعدي الجزء الصغير ده هو مش كبير ومش صعب لكن زي ما قلتها بكده ان معلومته في الكتاب نقصة معظم معلومة نقصة معايا كده واكيد انت لو ولادي او حد او انت مع اي مدرر ثاني او غيره اكيد هيكون ايلك الكلام ده ان معلومة الموجودة في كتاب المدرسة بتاع البيرج السلامية عامة فيها مشاكل كتير ومحتاج يعني اعادة اه صياغة مرة تانية لحد ما يحصل ده احنا هنحاول نتعامل مع الموجود مش كده وفقا للمعطيات الموجودة معانا ونبدأ مع بعض ونشوف اول سؤال اول سؤال يقول اي مايكروب اي جسم غريب ايا كان وده ايه ايه اه 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 اكي تعريف عاملية فهو انا بديك اه اربع جملة وبيقول لك شوف الجملة اللي مش ماشي مع الكمسط اوباميانجي اوكي لو بصيت هتلاقي اول جملة بيقول لي اتشينجينج زبادي كالر اتشينجينج زبادي كالر ده ده نوع من انواع الكاموفلاج بيعملوا او او غيره عشان يتخفى من الاعداء مثلا اكي من الانيمل او او الانسيت اللي بتغرز عليه الاخير وايا كان يعني في الحالة دي ده ما يعطوارش اميناتش ده نوع منواع الايه التخفي اكي لو بصيبها لبقية الجملة البقية هتلاقيهم كلهم بريبينتج باسجين فروم انترينج ده بادي ماشي بريبينتج باسجين سبريد يعني لو ده خلق يبنى عن تشعره ده الخطوة التالتة والاخيرة فكلهم خطوات للايميناتش مع ده اول اه جملة تعالا بقى نشوف اه الجزئية او السؤال اللي بعد كده نمبر اه اه تو ونكبر كده الشاشة شوية عشان تبقى واضحة دينا وديكم وبيقول يلا كده كلمة اكوايرد اميناتش دي هتفهمها اوي وهتفهميها اوي لما تخش على الاميونتي والميكانيزم الجزء الاخراني لكن اكوايرد دي مقصود بيها مناعة مكتسبة ده بالعربي ماشي اللي هو ايه بقى اللي هو اه ان الاميونتي دي ايه اكوايرد افتر بيينج انفكتد بايا سيرتن فتحاولت ايه تبقى عارف الفكرة دي ليه مناعة يبا يكتسبها الكائن بشكل عام بعد اصابته بمرض معين او بميكروب معين ايا كان طيب يبقى هي مناعة نتجة عن اصابة معايا كده بروديوسد بايا ان ارجانيزم ازا ريزالت اوف بينج انفكتد اكي طيب السؤال بقى هل الجملة اللي هو اطنش معها ادنج ارجاني الفرتلايزر دي يعني في الغالب مواد عضوية غالبا بروتين ده كله عشان يضبط من المناعة التركيبية مش الاكوايرد مش ايه وبالتالي ما تمشيش معنا هو بقول لي فهي هي جملة واحدة بس اللي صح طب مركبات مقاومة للامراض الفترية السؤال لما ترش النبات بالمواد دي كلها معناها ان انت في الحالة دي كأنك بتديله زي السيروم عندنا بقى في الجسم الهومن او الانيمال السيروم المصد اللي هو عبارة عن ready made antibody فلو شخص اصيب بمرض معين فاحنا اخذنا جزء من البلازمة الدم بتاعته ده كان على اليوم مثلا فالبلازمة بتاعته هيكون فيها antibody جاهزة للباسجين او المايكروب ده لو حقنت بها طفل صغير او غيره يبقى انت بتديله مناعة معي كده نجعا صابة شخص اخر بالمرض عشان تحميه لو المرض ده جاله وبالتالي الجملة التانية هي اللي صح يا رب تكوني شرحك فيها طب ااكد اكتر بالجملتين اللي بعد كده ده exposure of the plant to toxic vapor دي مواد سمة معي غبار او انا ايه بالعربي كده غبار او بخار لمواد ايه سمة للنبات انت كده بتقتله معي كده هل ده هينشط عنده acquired immunity لأ لانه مفيش living organism او pathogen معين انت استخدمت منه toxic dool مواد سمة وخلاص وبغبار سمة وخلاص معي كده لك احبكاني على ايه ان انا هعمل ده agenist a pathogen كي على كائن حي ممكن يكون ضر بيه طيب resisting the insect by different method يبقى انت كده بتقاوم الانسكت كي بتحل محل البلانت فالبلانت هنا من البالك ضره سلبي ما اكتسبش اي مناعة اكي ده السؤال رقم ايه رقم اتنين السؤال number three بقى بيقول which of the following may not cause severe damage to the plant that leads to its death مين في دول لا يسبب يعني اصابة حادة للنبات تؤدي قد تؤدي الموتو فهنا بيقول اول point deficiency in soil elements نقص بعض العناصر في النبات ودي معلومة من ثانية ثانوية تعمل disturbance in growth معايا كده او disturbance in formation of flower او fruit فانا تأثر على النموه لكن لا تؤدي الموتو وبالتالي هو بلي not cause severe damage ايه في الحالة دي الاجابة هي الاولى طب ااكد اكتر بتوكسنز لا المواد السامة قد تؤدي الموتو الفيروس برضو يؤدي لاصابة المرض قد يؤدي الموتو النباتو الفانجاي نفس القصة معايا كده وبالتالي deficiency نقص لبعض العناصر في السويل ده يؤثر على النموه يؤثر على اللي هو تكوين اللي هو تكوين اللي هو تكوين اللي هو فروت الاخيره لكن اللي يسبب اصابة حد النبات او تلف شديد للنبات ويؤدي الموتو اوكي هتلاقي معظم الاسئلة دي كأنك بتجاوب موضوع تعبير يعني كده في العربي يعني موضوع قراءة حاجة بسيطة لو دخلنا بقى في التفاصيل الاصلية هتلاقي نقط محددة نقدر بقدر ان كان نجاوبها وفقا لمعلوماتنا معايا كده لما نخش في الاسئلة الايه الاعمق شوية ان الدرس ده جايب لك فيه اكتر من ستين سؤال فربنا يؤوينا واويكم وزي ما قولنا قبل كده عشان بعض اللي بيقول لي يا دكتور الفيديوهات طويلة او غيره فاخد بالك حضرتك انت مش مطلوب منك انك تقعد الساعتين او تلات ساعات جنب الفيديو ماشي كده انت هتفتح الفيديو لو احتاجت على السؤال معين تعرف السؤال ده تقال ليه في دقيقة او دقيقتين وبعدين شكرا السلام عليكم بس ادي كل القصة انتفقنا فاحنا مش عاملين الفيديوهات دي عشان نعادل جنبها وتقعد تمسك كل سؤاله وتسمع الاجابة والشرح في بعض النف بتحتاج ده لظروف خاصة بهم معايا كده لكن الطالب الصح هو بيحل اسئلة ومعا المودر انسر بتاعت المعاصر بعد ما بيخلص بيشوف الاجابات بتاعته ويشوف الاجابات النموذجية اللي جابع المعاصر معايا كده ويطمن لا فيه سؤال فيه مشكلة او هو مش عارف الاجابة دي جات منين يبدأ يحتاج يسأل المدرج بتاعه او يخش على فيديو دي بتاعه كده؟ فنسأل الله عفو الله هنا السؤال قديم حلناها زمان مع زمايلكم بيقول لي ماغنيسيوم is from macronutrients مش عارفنه ماغنيس كفية بتاع تانية سنون as it enters in the structure of chlorophyll معارفين موجود as the center of chlorophyll a molecule and when it exists in low amount لما يبقى موجود في الكمية وليلا this causes a harm of the plant leaves as shown in the opposite figure هتقول لي الصورة مش متحول لك ايه؟ في ورق يعني شوية ايه يلوش كده مسفر حبتين بلون نغضب بدأ ايه بهات فيه؟ فالورق اصفرت هي بقى ماتت ما كونتش كلورف رغم تعرضها للضوء اوكي؟ في الحالة دي النبات يتقفر بعملية طيب هنا بيقول بقى ايه؟ depending on your study which of the following statements is correct about that heart معاي؟ الاصابة دي او الدرر ده يا ترى آمين؟ اقدر اوصفه ازاي؟ معاي كده؟ وفقا لدراستك هو الكلام ده طيب it causes the plant leaves لا النبات ما ماتش بالدليل ان هو لسه موجود بعض الاوراق فشلت في تكوين الكولورفل نتيجة نقص الماغنسيا مجين ماشي وبالتالي اوه لسه عايش قدامك طب it can be treated by the mild the cause كلمة the mild the cause يعني ان انا اقدر اعالج النبات ده بمعالجة السبب اي راجل زراعي اي راجل فلاح فاهم في الزراعة هيلاقي ان ماك بالسر شوية بقى من ايه؟ ان الارض دي محتاجة fertilizer محتاجة عناصر جذائية من ضمنها الماغنسيا معاي كده في الحالة دي يقدر يعالج المرض ده باضافة العصر النقص بس وبالتالي التخلص او القضاء على السبب فده الاجابة بتاعت ايه؟ السؤال مش ظاهر عندي اي خلايا ميتة بدليل الورقة سليمة لكن لونها مش اقدر يعني القضروف المتكونش يعني ده قادل بحيث لا يمكن معالجته والله لو كان كده كان رباد كله قدامك بقى ميت ماشي؟ رقم ان الصورة شوية مش واضح بس مش مش كده تمام؟ اقام حاجة عندي شكل الاوراق هنا باقي ان هو الجرين كالر متكونش يبقى الماغنسيا مش موجود اعالجه باضافة الماغنسيا which of the following is from the causes of disease implant that are difficult to be cured by demise the cause أو this cause طيب اقام بنفس الطريقة بقول لي مين في دول من الاسباب معايا اسباب مرض النبات اللي بيبقى صعب علينا نعالجه بالقضاء على السبب ده طيب severe cold والله severe cold وفر له حرارة مناثمة بس كده shortage of nutrients زي السوال اللي فوق يبقى مستوى المية في التربة بالزيادة أو بالنقص نحاول بردو نقدر نعالجه مش مش كده طيب the exposure to sulfur dioxide وانت ده سؤال مباشر قوي من جزء انا ممحبوش بصراحة جزء كله راغي معايا كده تقدر ترجع للكتاب الجزء ده هتلاقي ان sulfur dioxide وغيره من ال chemical اللي تعتبر toxic لل plant معايا كده وبالتالي causing this causing this مش كده sulfur dioxide اللي هو ده مادة كيميائية سامة تؤدي الموت النباتة وبالتالي لو النباتة اتعرض ليها يبقى صعب ان انا ايه اعالج المشكلة دي خلاص لانها هيكون قريدي نباتة بس كده نخش بقى في الأسئلة اللي فيها ايه اللي فيها الشغل بتاعنا اللي تحس بقى ان هي يعني مرتبطة بشكل مباشر بقى ايه بقى السئلتنا اللي مفيش امتحان سنوية عامة ما بيجيش عليها بالطريقة دي سؤال فالمعاصر استفاد من الامتحانات اللي فاتت وبدأ يجيب لك افكار مشابهة فكل سؤال عندك هنا مهما كانوا بيعملك اورنج ولا يلو ولا تلات نقطة ولا غيره تعرف ان هو سؤال انت حان سنوية عامة مش كده جالك حاجة زيه ويتم كانت شو هو المعاصر عاملنا طيب موجود بشكل ايه دائم يعني موجود في نبات ويعتبر من ال بري اجزيستنج بري اجزيستنج استراكترال اميونيتي مقواش انديوست مستحدث اكي طبعا تقول ليه التايلوزيس والجوم والكورك كانوا كلهم طبعا انديوست السيلول موجود في ايه نبات ودوره من المناخ ولفنوية بروتيكتو سوفورت وجيف زي زي سيل او زي بلانت سيل اديفينت شيب فبالتالي هو يعتبر وسيلة مناعية ثابتة دائمة لا تتغير اكي طول مانا بقى تعيش طيب نمبر سيفن بيقول لنا the opposite figure what is the function of the structure x x هنا مش هير ده ايه ده large large swords اشواك ضخمة فبالاشواك الضخمة دي النبات بيكونها ليه؟ هل يطارة عشان يمنع water settlement والله لو كان ده موجود يعني لو كان ده فعاليا حاصل فده اه يعتبر سبب ثانوي شوية لان الاشواك الاساسي النبات النباتات الشوكية بتعمل ده عشان تحمي نفسها من grazing وحيطة بقولها لولادي يقولهم ايه؟ هو الاشواك دي اصلا دي حيطة بقى من مناج زمان قديمة مش كل المدرسين او الطلبة يعني عارفوها ان احنا ان النبات اللي هو desert اه بلانت اه كده الليبز بالنسباله بتعتبر مصدر لفقد الماء عن طريق تعمل فبعض النباتات بيحصل ايه؟ اه موديفكيشن كده موديفايد يبقى موديفايد ماش كده؟ انتو ايه؟ انتو ثوردز اي نباتة زي مثلا التين الشوكي وغيره ونباتات صحراوية كتير الاوراق او معظم الاوراق بتتحول لثوردز او بتبقى زي فاكر البراكت الكنابة البراكت بتاعت الفلاورنج بلانتر او فاكر اللي عبار عن سكيل او جرين ليف بتبقى سكيل ليف ورقة كده جلدية ده كله ليه؟ ده كله عشان اقلل من number of a stomata في الحالة دي اقل من وفي نفس الوقت احمي نفسي من اي يعني انا نبات عايش في الصحر وبالتالي الووتر وليلة والظروف صعبة يبقى لازم احمي نفسي بقدر الامكان اقلل فقد المياه وفي نفس الوقت ابعد اي انامال اللي بنو يقرب من الا بعد الحالات اللي ممكن تتغذى على ايه؟ عن الوقتات دي بكترات مختلفة ده برضو نوع من الاقتبتيش فانتما تيجي تقول لي decreasing water loss ولا preventing water settlement ولا preventing entry of microbes ولا protecting plant from the grazing end اكي؟ الاربع اسباب الى حد كبير صح لكن لازم هنا يقول لي ايه؟ الانتماعات the main function the main rule the main rule الاشواء الكبيرة دي اساسي عشان تحمل نبات من اي حيوانات grazing اللي هما ااكلي الاحشب او ااكلي النباتة بس دي غلط تماما طب لو قلت ايه و بي اقولك ايه و بي صح فيش ايه مشكلة فيهم ولكن دي افضل حد من ولادي كان بيسألني يقولك طب يا دكتور ما مكتوبة في الكتاب pre-existing immunity اللي فيها ااا hair او thorn to prevent water settlement انا بقى اقدرها ازاي اشوف الشكل قدامي وحتى لو بصيت على الصورة اللي وعدها على طول هتلاقي نباتة او ادي عنده ايه؟ هير نفس الفكرة بس هنا بقى اساسي الهير دي مش هتمنع دي هتمنع ان يبقى سطح النبات غير مناسب لاستقرار المية عليه وبالتالي فتبقى البيئة بتاعته غير مناسبة لان هو الفانجاي او البكتيريا والفانجاي بشكل خاص وعلى فكرة الفانجاي بالنسبة للبلانت اخطر من البكتيريا يعني معظم امراض اللي بتسيب النبات امراض فطرية وليس البكتيريا احنا العكس احنا اليوم او الان وبالتالي كده انت عرفت السؤال نمبر سيبن طب ونمبر ايت كده يعتبر الجاوب بس نتأكد اكتر وشوفه عايز ايه؟ هو بيقول لنا ثلاث جمل صح وفي نقطة بس هي اللي ايه؟ اللي غلط لازم تقولي اندر نفسك كده عشان ما تسرحش وتجاوب حاجة تانية تقولي طبيعي الانيت او المناعة التركبية الفطرية اللي النبات بتبع موجودة فيه مالهاش علاقة ببينج انفكتد يعني ما هياش اكويرد من ضمنها ماشي طب هو الشرده هيتعرف عليه ازاي؟ طب هو مستحيل فالاجابة اكيد ايه؟ اكيد افضل نقطة هي بيه طب نتأكد اكتر اه مع الكتاب بيقولي ان ده رسمي تمنع تراكم المميير وهي يقولي اه جزء يعتبر زي الروت هير اللي خدها في تانية ثانوية تعتبر نفس القصة طيب عبارة عن نفاية اللازمك معايا كده اه الى اخيره فكده الاجابة هي بيه اللي هي غير مناسبة معايا ليه الروت هير صورة زيها بالضبط جيف انتحان ترايال اشتبه لك المعاصر بيعمل ايه؟ بياخد الاسئلة والافكار ويجيب اسئلة مشابهة لها وكتاب التفوق عامل كده فافكار كتير معايا وده اللي هنكون ان شاء الله التراجب بتاعنا الفترة اه اللي جاية بس نعدي كده نعمل كم حلقة كده للمعاصر وبعد نرجع ننسك الى ايه؟ التفوق بحيث بقى احنا تحزمنا الكتب الرسالي جاية وشوفنا افضل اه المصادر ودهنا نتعامل معاها بس كل حاجة هوليها وقتها فانا رأي الشخص يكمل بالمعاصر حل اسئلته مع اسئلة البتحانات وطبعا هو عامل حاجة جميلة بجمعلك اسئلة البتحانات سماعامل اللي فاتت لحد اثنين وعشرين اه دور تاني في نهاية كل يونت او كل تشطر لازم تحل اسئلتي كويسة معي قوم من دلوقت وقدمك شهرين خلصت الدين ايه؟ والبتحانات سماعامل وتحل اسئلة هنبقى ما مرناش حاجة نحل اسئلة كتب خارجية وبتحانات سماعامل قديمة ويا رب يعني ينفع يجعله علم نافع لينا وليكم طيب نمبر 9 بيقولي from the opposite figure that illustrates a part of plant stem epidermis ماشي which of the following is not considered from the rules of part X in the plant part X هنا هو مشاور على الكيوتين او الكيوتين اللي مدتها واكفي ماشي كده؟ اللي بتمنع يعني لو خدت بالك من حاجة بقى هتلاقي السل دي دي بقى جزء تاني هتلاقي السؤال بعد كده ان شاء الله ده عبارة عن سؤالك انتفاخ الانتفاق ده نوع من انواع الترجدتي اللي تخلي يعرف انت اللي هو ايه محي الشرقوي ينفق اسمه كده عشان يمنع اي حاجة تخش وده سؤال سنوية عامة آآ غالباً واحد وعشرين طيب تعال نكمل ونشوف هو بيسألنا سؤال محي الشرقوي which of the following is not considered from the rules of part X in the plant Bus mentioned بيقية طبعاً الكيوتين ايه علاقة وقمان هو جزء من هو بيعتبر يعني بيمنع النبات من يواخد المية فبيحافظ على بشكل وبالتالي هو يعتبر مناعة تركيبية ودعامة تركيبية ومناعة فيسيولوجية أو دعامة فيسيولوجية بس إيه يا رب يبقى كان مواضح وبالتالي مالوش علاقة بالبيو كيميكا الأميرات يا رب يكون كلام مواضح للجميع وأعتقد أثناء لحد الوقتي ما بيش فيه أي مشاكل لا سياغة ولا مشاكل في السؤال كاسعوب which of the following represents the rule of epidermis in the herbaceous stems herbaceous نباتات عشبية أو سيكون نباتات العشبية طيب يا ترى the structural support only the epidermis ليه علاقة بيه بالstracial support only أو طبعا معين؟ ما عنديش حاجة تقول لي أني ليه علاقة بيه البيو كيميكا طب pre-existing آه and use the structural immunity only ولا structure support and pre-existing structural immunity بص يا سيدي أول ما تلاقي كلمة only هنا يبقى كده بالنسبة لك تعتفكر بقى هل هي structure بس ولا structure pre-existing هي اللي اتنين نعبعها أوكي احنا قلنا قابل الجملة الأولى والجملة ايه؟ التانية هي بناشى عاقب induced induced ال induced ان انا هكون من بره بقى علي اكون ايه؟ كورك وجم وغيره وده مش احصل في herbaceous stem وبالتالي هي بالنسبة ل herbaceous plant اللي هي النجاة السكان من النجاة العشبية مجرد دعامها تركيبية وكمان pre-existing أوكي مش induced فبالتالي الاجابة دي تعالنا نشوف number 11 اللي بيقول which of the following aids is not correct about the rule of the cell wall in plant immunity يترى its shape is changed during the invasion of pathogen ولا it is seconded by lignin to form a rigid layer for protection بابا برلاس ولا it is preferred to allow the passage of substances ولا it consists of a strong and flexible cellulose fiber كورك بابا بل ازين سؤال number 11 بيقول which of the following is not correct about the rule of the cell wall in plant immunity هنا السؤال ده مترجم والترجمة فيه برضو محتاجة شوية تركيز عشان ما تلغبطش تعال نشوف اولا الاربع جملة اللي قدامنا ونعرف مين الجملة اللي غير صحيحة بالنسبة لدور السيلوول في البلانت اميونتي اولا المعروف ان السيلوول ده مادته سيلولوز وبالتالي الجملة دي صح وفي بعض الاحيان بيكون زي كما تشو او زي الزيلم ده كله كلام مظبوط نيجي بقى عندنا نقطتين وطلبة كتير ممكن تخلط ايه بين الجملة دول نتيجة برضو شوية في الترجمة ازاي بقى اتسي شيب اتسي شيب اتسي شيب اتشينجت جرينج اتسيجن 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 وإتسيجن برفوريتد معناها بالعربي مثقب هل هي نفس معناها كلمة بتد لا اوكي فهنا البيتس شيء وال والفورز شيء تاني فكلمة برفوريتد دي معناها المقصوب يعني بورد مثقب يعني دي كويس طيب يا ترى هو شكل بيتغير وقت اه عندنا حاجة في الجزء الخاص بال اللي هي في البلانت بيحصل معايا كده يعني وقت البيتريشن بيحصل يعني يعني انتفاخ او تضخم طب التضخم ده هل هيأثر على الوول فالوول كمان بيتضخم معاق اللي جابة اه لانه شوية فليكس كويس وبالتالي كل دول صح معادا الجملة في لي يا دكتور لان كلمة برفوريتد مش مقصود بيها بيتد بيتد حاجة تانية خالص معايا كده اوكي مثقبة غير منقرة البيت البيت معناها العربية النقرة نقرد معناها ايه معناها يعني ده ده درس كامل في الجامعة يعني حوار كبير يعني اوكي لكن يعني مش نقعد نشرحها كتير لكن لو لو عندي اه مثلا تولير اذا كده ده الممبرين فوق منه السيل ايه السيل وال بالمنظر ده بيكون في جزء مفتوح من ناحية واحدة بس تسمح بدخور الووتر واي حاجة ديزولفت كويس لكن الفور او البرفوريشن اللي هو السقوب دي ممكن تلاقيه فين في السييف بليت بتاع بتاع الفلويم تشوب وسيب تيوب معايا كده فهنا كلمة بيرفوريسد غير كلمة نرجع للسؤال نمبر اه تويلف ونشوف مع بعض يقول لي ايه which of the following is او are from the immune means that refers to the success of microbe in entering into the plant يترى the presence of epidermal wax layer والله المفروض الابدermal wax layer عشان تمنع ال water settlement وتمنع the penetration of pathogen عايا كده او accumulation of pathogen ذا البكتريا والفنغايا اوكي deposition of gums برضو الجم هنا دوره لو في قط او وند او غيره نعمل له block نسده عشان يمنع الpenetration formation of cork الكورك والجم ليه نفس الدور طب formation of tylosis كلمة tylosis ده انا بمنع بمنع انتشار prevent the distribution of pathogen after مثلا بقى نقول ايه after penetrating the plant يعني الباثجن دخل جوه البلانت ووصل لل واتركيد فاحنا جينا عند البسل دي عملنا جاية من عشان تمنع انتشاره من خلال وبالتالي هو هنا بيسأل على مين في دول يشير الى نجاح المايكروب انتشاره يبقى tylosis induced بتكون after ايه كده the entering of pathogen to the plant ظايل متشو مثلا وبالتالي to prevent its distribution ايه كده او spreading طيب تعال نشوف number 30 بيقول which the fall represents the simplest path ابسط طريق او ممر for the entry of pathogens into the plant الكورك الكورك اصلا موجود to prevent the penetration sel wall نفس القصة ال epidermis فيها wax layer الكراك layer تصدعات وفي كلمة اخدناها زمان في تانية سنوي ما عدقتش كتير فاكرينها اسمها خليها كابتال letter lenti cells دي عبارة عن openings برضو موجودة في wood stems هي وال crack تصدعات او تشككات او اي اطع او كسر جوه ال external اللي هي بتاعة stem تاعة جزع الشجرة او غيره فده بيكون ممر لدخول المايكروك بشكل عام طيب number 14 بقى بيقول what the immunological mean that prevents the entry of a microbe inside the plant معايا كده ايه الوسيئة المناعية اللي بتمنع الدخول لمايكروب جوه النبات formation ده معنا ان هو داخل فانا بعمله زي عازل عشان نمنع انتقاله لسل المجورة ده فبالتاني ده غلط formation برضو نفس القصة المايكروب او داخل البلانت وامنع انتشاره بتكوين تايلوز ده اخطر ده انا البلانت اصيب العضو بشكل كامل او جزء منه بشكل كامل فيتم التخلص منه كوسيلة المنع انتشار المايكروب يبقى هو الوحيد اللي بيمنع الدخول المايكروب اه كده هو والكورك الى اخر وبالتالي دي جابت سؤال مبفقتين وخلاء سئلة مباشرة بتشوف انت بتفهم ولا لا لكن للأسف انا عايز بس اقول لك الحاجة ان درس الاميونيتي بيجع عليه اتحاولي تقريبا 8 دراغات هذا توتل في امتحان اخر السام من 60 8 دراغات ب8 نقط محترمين يعني محترمين محترمين يعني اسئلة فيها افكار وبعضها بيكون شوية ملعبك فاخد بالك من ده فالاسئلة بتاعت المعاصر جميلة مش اي مشكلة فيها هتضربك وتفكرك من معلومة اول باول لكن لما تيجي بقى تبص على سلك المحترمة ركز او على اي سلط في فكرة عشان بيبقى فيه تدخل كبير قوي في المعلومات والاسائل طيب تعالا بقى نشوف طبعا المفروض لو معايا كده هيبقى نسبة عالي وبالتالي هدور على نمبر ايه يا تو يا وان يا فيه ما فيش معايا كده طيب 3D Average وAverage في الغرب ما ما نكونش إجابة لسوأ عشان بردو نتأكد هنشوف هو بيسأل علي بيقول الجراف اللي قدامنا ده illustrates the thickness of epidermis ماش in three different planets which of the following statements is correct the thickness of epidermis is inversely proportional to the resistance against pathogen يا راكس ده كل ما كان thickness كبيرة كل ما resistance زادت يبقى direct مش inverse وعايز أن يكون نصح البلانت number one is more resistant طبعا لا هو number two probability of disease occurrence increase in plant number two comparing with number one لا بالعكس the resistance against pathogen increase in plant number three than number one oh number three أفضل من إيه أفضل من one وtwo أفضل من الاثنين عايز خدا وبتل اللي جابه دي السؤال إلى حد جير كويس ويعني فوق متوصد what do we expect to happen when the external layer of a plant stem is exposed to cut هتقول لي والله البلانت exposed to cut قدام اختيار من اثنين يا يقورك يضم طيب أدور الكورك or تيلوز will be formed لا التيلوز دي ده لما حصل penetration أو entering للبلانت فأي حاجة فيها تيلوز سرمي طيب اذا كورك will be formed or gums will be deposited اه طبعا حلونا كورك يا جم طيب نتأكد اكتر ان الجملة بي هي الاصح لما نشوف برضو ترمع تيلوز اوت يبقى اي حاجة هي تيلوز اوت طيب دور تيلوز الاخيرة بور بور بو كورك برضو نفس خلص ان لما لما تكون طبقة تاني لكن لو القط دي شوية ديبر عميقة نوعا ما بحيث ان الجزء ده بقى ما تخل مايكروب يبدأ البلانت مش كل نباتات تروح مكونة ايه مكونة بحيث فهتلاقي مثلا في صور كتير كده ممكن تبحث بقى كده على جوجل او غيره وتقول difference between كورك and جم بالصور هتلاقي ان الجم ممكن يتكون في جزء معين بس ومد وبقيت البلانت كورك عاجي معايا كده يبقى الجم بيتكون في ايه في certain or specific area in which the plant was cut معايا كده deeper than ايه than than deformation of cut العادية اللي هو ايه بقى ممكن اي كائن او اي انسان او غيره يقشر النبات فيتكون كورك تانية بس خلاص لكن لو جيه حد ببلطة ولا بفاس ودرب ايه الشجرة او غيره في جزء معين على طول جم بيفرز في بعض الاشغار اللي هي اشجار الصمغ العربي اللي خدناها في كورافيا زمان which of the following substances may not be found in the health plant خد بالك من ايه من تلمة not be found cutin ولا gum ولا receptors ولا serious خد بالك انت عارف كويس قوي ان في عندنا pre-existing immunity حلوة كده دي حدراك بتكون ايه موجودة في النبات الايه السليم كنوع من الوقاية طب من ضمن الايجزامرز عليها ايه الوول اللي بيكون من ده صح وال اللي فيها ده صح طيب قدناك بقى نوصين ايه واح تقول لي receptor لي الريسبتور هنا موجود before و increase after infection يبقى ده رسمي معايا بيكون موجود في البلانت وهو لسه healthy not infected فما تختارهاش عشان هي biochemical والباقي structure طب وهتختار الجم اه ليه لان الجم بيتكون امتى after the formation of a wound يعني نبات تعرض لقطع او لجرح يبقى كده اه يعني كده يعتبر ايه يعتبر طبعا انه هو طبعا الانديوست لكن كده اعتبرنا انه هو مصدر لاصابة النبات فانا هكونا كاستجابة لحدوث ال wound يبقى كده بقى unhealthy يبقى ده السؤال 17 والجزء الخاص بالجم ويقى ديت ما يكونش الامر اخترت عليك which of the following doesn't or do not contain a wax layer من فضول لا يحتوي على wax layer بيقول لي apple fruit ولا cactus ولا sugar cane stem ولا رولوت هيرز اوف ملوخية طبعا الملوخية او غيرها من ال herbivores ايه herbaceous اسف herbaceous plant لايه النباتات العشبية اكي لايه بيكون الصق بتاعها collo green مفيش فيه اي clutin لانه كده كده بيتبل بسهولة وبسرعة اكي وبالتالي ال root hair اصلا من سنة تانية ثانوي ال wound بتاعها لازم يكون thin عشان يعمل كمان ايه يعمل كمان ابنزور مشان لل water بشكل سريع فكمان كل ده يقول لي ان هي ما فيهاش wax layer او cutin طب الشجر كان اصل السكر اه طبعا اللي stem بتاعه عنده الليف بتاعت الكاكتس اللي هو الصفور ده ما فيش اكتر منه ال apple fruit ده هي نفسها متغطية بطبقة اللي هي الاشرة الحمراء او الخضراء دي مدتها cutin ده برضو عشان تحافظ على الوتر جوا ونوع برضو من السفور والاميات which of the following is او are from protective means of cactus plant leaves ما احنا لسه ايلين اكي طرامة cactus plant يبقى عنده cutin وعنده كمان ثور طب عنده cutin وهير لا انا ما شفتش صفار عليه شعار جيل بس ممكن يكون موجود في بعض الانواع على فكرة لكن اللي ما فيش فيها شك نباتة صفار معايا كده من النباتات الصحراوية الشوكية اساسي فده اساسي عندك وعنده قشرة كبيرة من الواكس للرير والتالي ما فيش فيها ايه الاف على بي طويني اسئلة كلها سهلة اوي مباشرة عموما اوضح برضو نقطة الجزء الاولية شوية اسئلته مباشرة لكن اما نخش شوية هتلاقي الموضوع عيلي معاك اوي اكتر الجزء يعني ممكن نقول كده فيه مشوية مشاكل كده لان معلومت قبل كده اللي هو بايو كيميكال واسئلته شوية التداخل فده بس اللي ممكن يحتمل لنا تفكير بقية الاجزاء 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 اعظيم سهلة جدا وانت ممكن تذكرها لوحدك وتجاوبها لوحدك يعني ما انت شبحتك فيها مدرس الله ابدو اعفر هنكمل بعد الآن هما الاثنين ايه المشترك بينهم the site of formation ولا the immune function ولا the shape ولا the structure مش كده اولا لا التركيب ولا الشكل طب وصيت المشترك بينهم جزئيا مش كليا يعني الكورك بيغطي الجم بيغطي جزء معين من deep wound معايا كده جرح عميق القطع عميق يؤدي لتكوين الجم ده وبالتالي هما اللي تلين لهم دور مشترك في preventing the penetration أو entry of micro بس فهي واضحة بي فما جيش بي تلاقي وتنفسك عالفاش what is the main reason that makes a fontia plant a lotine shocky more resistant to the infection by disease أكيد عنده كيوتين غير السرن اللي عليه بس وينا بي كان عليه مقاوم للإصابة بالأمراض يبقى الكيوتين اللي هو البيodermal cells بتاعته اللي بتمنع accumulation of water وبالتالي تمنع growth of phongi أو bacteria طب تعال نشوف الإجابة اللي تمشي طبعا لا منوش أي عقدة داخلي أصلا the outer epidermis of the plant surface أو اللي فيها كيوتين the corkisilzo ده أصلا نبات التين الشوكي سيكانه متضخمة لتخزين غذاء جواه يعني اللي انت بتشوفه بتلاقي كده جزء منتفخ كده بالماندر ده ده والأشواك هي عبارة عن قلتها في الأسئلة اللي فاتت شرحتها قبل كده الموجودة عليه عبارة عن أوراق متحورة modified leaves عشان يقلل من فقد المية إلى أخير وبالتالي الساق بتاعته دي هي ده كده اللي بيكون متضخم نوعا ما لو فيه فود إلى أخير وبالتالي outer epidermal ثل وما عندهوش كرق طب ما عنديش معلومة تقول الكرام بس خلص خلصت معلومة أنا أعرفها أنه تينيشوكي لو أفانتي هو الكاكتس أو غيرهم من الديدرد بلانت عنده واكس اللي هي تقيلة معايا كده تمنع صوته بالأمراض بس غير السورن والهير إلى آخر نيجي بقى عند وبيقول لنا جاب لفروتز أبل والكيوي والأبونتيا اللي هو مين اللي هو تينيشوكي معروف الباية طيب الإبدرمس كفرد باي طبعا الأبل عندها كيوتن إكس السؤال دا حد من تميلكوا بعاتله قبل كده فاختصارا كده إكس مشتركة في الكنين في أبل وإيه وإيه الفونتيا يبقى أكيد مش الشوخ بقى أكيد دا كيوتن الكيوي عنده واي والأبل والفونتيا عنده زد يبقى زد حاجة إيه حاجة جديدة عنده واحدة أكيد اللي هي الثورن حلو كده طب الكيوي يبقى عنده واي واي اللي هي إيه تفتكر واي هي الثورن لأ وبالتالي اللي هي آوت طب إكس هي الكيوتن مفيش حاجة أولها كيوتن غير سين يبقى رايعة معك بقى يبقى كيوتن إكس واي 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 زد إيه الثورن واي هي هير اللي على الكيوي فسؤال يعني نوعا ما تهلي جدا بس خبرك من التلتين طيب بيقول بقى يا دكتور أيوا دخلنا كده سيدة بقى فيها أشكال ورسومات حلوة what is أو what are structures that resemble تشبه the balloon inside the plant vessels and obstruct the transport of water and salts in the infected plant حلو اللي عامها زي البلالين ماشي جوه البلانت Zion vessel وأول حرف اللي اسمها طيلوزس يعني ماشي فيها كلام يعني وبتمنع فين في البسل اللي بتنقل water وصلت معايا كده أوكي طيب بقى ما فيش غير البلالين غير والصورة اللي وراها توضح ده يعني x هنا مشاور على الزيلم vessel وهكتبها لكم عشان مهم ما قاوم وبتيجي صور كتير من أشكال مختلفة لها ده cross section أحيانا كتير وفي متحانا قبل جات رايل جات longitudinal section ls وواي هنا مشاور على مين على طايلوز فتبقى زد الخلال المجاورة للسل اللي هي البلالين كلا طيب بيسأل بقى مين x ومين y ومين z y هي طايلوز دور على الكلمة التانية اللي فيها طايلوز مش هتلاقي برضو غير c ده يعني بص طايلوز هاي معاي هنا جمع هنا swelling وهنا tracid طبعا لو انت مش عارف ان y هي طايلوز تبقى كذا معايا كده فالاجابة هي c بدون كلام كبير وإحنا كده كده قلنا شرحنا كل جزء الواحد x مشاور على الفيسل كله فدي أجزاء بتسد الفيسل بها أوكي بس طيب ماينفع شوية تبقى تركيد ماينفعش تبقى swelling from epidermis epidermal cell اللي جاب الاميدرمل للخلال اللي جوه دي معايا كده بس وماينفعش تبقى قمع كرث فأنت معداش غير إيه غير سيت قولا واحد 25 بيقول which of the phallum immune means stimulates the infected plant to close some stomata of its leaves من في الوسائل المنعية اللي قدامنا دول ماشي اللي بيحفز النبات المصاب عشان يمنع الـ stomata of its leaves وقالك يمنع some stomata هو مي أصلا الـ stomata دي هيخش ويخرج من خلالها ايه والله يجاهز اوكسجن وكاربون داكسجن أو ووتر بيبر طب الجمز دي بوزيشن الجمز على الـ stem في وند معين في جوزء معين مالوش علاقة بالليه بالليف تماما الكورك برضو على الـ stem ده بيحصل لما يكون قريدي الباسجن أو مايكروب دخل معايا كده وبيهاجم الخلية أثناء الـ يعني عد يعني مش الليفز تماما لكش فاضل غير الطايلوز طب فاهمها لي أنا جاوبتها كده بالاستماعات اش معنى الطايلوز الطايلوز بيقفل الفيسل والفيسل ده مكمل معايا لحد ماوصل للمدرب والفين والفنيول بتوع الليف لو انت فاكر من تانية ثانوي برضو شكل الليف بالمنظر ده حلو ده كده اسمه المدرب خلاص وبيكم كامل لانها يعني طيب وبيطلع منه فرع كده شوية يمينه وشمال الاخر الفروع اسمها وفرع الصغيرة اسمه جين كل واحد من دول فيه فلما جي هنا طايلوز تقفل لنا الكلام ده يعني هتقفل المخرج بتاع الووتر الفيبر اللي بيكون عن طريق السماتة انا كده وضحتها بالرسم على قد ما قدرت يعني طيب هو اربع خمس نقط عالطيلوز عشان يزهائك منها او يخلي تزهائك طيب ايه يا دكتور بيقول لأ طبعا مش شرط لأ هو داخل خلاص وبدأ ينتشر they act on increasing the diameter of trachide طبعا ما لاش علاقة بالديامتر ومش هتزود الديامتر لان تراكيد اصلا خلايا ميتة هتزود ازاي يعني they appear in the transverse section of the infected stem او طبعا لاني انا مع من transverse section هعد على الزايل بيسل فيبان صورة تايلوزيس زي السؤال اللي فات سؤال number 27 بيقول which of the following may cause the blocking of trachide طبعا التراكيد جزء من الزايل تشو هي وال بيسل وبيحصل لها blocking by forming تايلوزيس امتا when infection occurs والinfection دي ممكن هو arrived to the zaylon vessel أو تراكيد يبقى انا هدور على اي جملة تدين الاجابة اللي تقول ان في infection وصلت لل vascular system بتاع البلد مش هتلاقي غير اول بويت طب والباقي عشان بتقوش نفسك مش هتلاقي كلمة فيها vascular system الا الا الباقي كله tearing of epidermal cells ده معناه ابلانت ستم معناه ان already ال باسجن هيخش ال بلانت لكن ما عنديش معلومة تقول ان هو كامل لحد موصل لل vascular system كذلك البلسيد تشو بتعليف ده ناحية ال upper epidermis فبلاش تجاوب اجابة باستنتاجك لحاجة مش موجودة الناس الشطرة سمعاني وعارفة كلام والله في الغالج اعمله insulator cover معايا كده غطاء عايزي بس مش ان انا اعمل بلوكين لتركيد لان برضو ما قاليش ان كلام ده وصل لل vascular system وبالتالي الاجابة الاولى وفقط 28 which of the following immunological structures is not pre-existing but بس 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 بط induced بس other result of infection اتقول الليجن pre-existing ال wax layer pre-existing ال hero sword pre-existing معايا كده formation of تايلوز معايا induced طبعا عندكم لأسئلة مباشرة جدا يعني هي لو ترك المشتوى سأسئلة الحسنوية عامة خد بالك معايا كده لكنها ترك المشتوى تدريب لطالب لسه واخد الدرس بقى له أسبوع على أسبوعين ولسه بيخبط في المعلومة ومحتاج يثبتها فده اللي هيثبت المعلومة عندك بس 29 بقى بيقول if you know that fusarium fungus نو عنو عرفة رياض اسم fusarium okay is from the fungi that live in the soil and attack the root system mesh of tomato plant which prevents the arrival of water and salt أي و يبدأ مربط بيمنع وصول الوطر والسلط هو مين اللي بين الوطر والسلط الزايرة وصول الفنغاي ده لل tomato plant root يمنع وصول الوطر والسلط يبقى أكيد دخل للزايرة بتشف خلص causing panama أيه panama دي wilt disease اللي هو الزبول إن بات يدبل ويموت in the light of your study what is the reason for this أكيد the formation of كورك كورك دي يا رئيس حرم عليك معاي كده هي دي بدون أي خلاف برضو ما قاليش كل الكرام برضو لأ معاي وبالتالي مفيش غير مين غير الزايرة وفق للمعلومة عشان مجرش مغر كل سؤال بيديك هو كلمة طرف الخيط تبدأ تاخد منه المعلومة اللي توصلك للإجابة الصحة طيب الرسمة الأخيرة جميلة قوي بتقول لي في number 30 جايب لي صورة من لل plant قادي الابدرما حصل فيها قط ماشي ماشي كده اه يا دكتور طب وبعدين القط دي قدت ان النبات معي بعد شوية بدأ الجرح يلتأ معه يقفل مكان القط فهنا بقول لي the opposite figure illustrates the development stages of a plant tissue that leads to its rapture ماشي كده طيب بس فيه نقطة مهمة what is the reason for this اه يبقى انا هنا كده واخد نفسكة تانية ان النبات هنا ال rapture اللي حصل فيه ده نتيجة growing او growth او development نتيجة مراحل نمو ولو خدنا بالنا بقى هنا دي outer epidermis ودي inner epidermis اللي يسمى endodermis مش عليك قوي كده بس يعني نعرف لو خدت بالك هنا اتكون طبقتين دي ده من الخلايا مش كده يعني بدأ الاستيم يجبر طيب واللي بيعمل الكلام ده الكامبيم تيشو اللي جوه الاستيم دي حتة من تانية ثانية لو فاكر طيب هتقولي اعلق ده بموضوعنا بقى اقول لك يا دكتور لو فاكر من ضمن اسبابها increasing the thickness او growing of the plant معايا كده وincreasing the plant thickness بمعنى ايه thickness هنا مش الكافر بتاعه يبقى اكثر غلاظة او اكثر غلظة يعني لأ المقصود بيها الديامتر بتاعه يزيد فالطبيعي ان لما ينمو اشرة النبات اللي هي الكورك تتقطع اوكي ده ده دي فحوى الصورة اللي قدامك طيب هو بقول هنا what the reason اكيد the growing of plant in sickness ايوه وثيكنيس هنا المقصود بيها ان سمك النبات عارض يعني الديامتر بتاعه الwhideness بتاعته معايا كده بيبدأ تزيد بتكوين طبقات جيدة من الخلاي فالطبيعي ان الاشرة اللي برا لقرق او غيره تتقشر ويتكوين غيرها فالاجابة هي الاولى طب اتأكد اكتر يبقى هنا وهنا بيش حاجة full of leaves in autumn فين اللي اللي وعت هو ده مضمن اسباب على فكر بس مش ايه مش هو ده اللي في الصورة swelling of the cell whole برضو ملوش علاقة باللي احنا شايفين طيب in which 31 بيقول in which the formation of is similar to the position of gums حلوة الحتة جيدة the shape and structure ولا the site of formation ولا their formation as a response to infection ولا preventing the entry of microbe طيب اولا الشيب والستركشل لا الجم شيء والطيلوز شيء تاني الجم يعتبر secretion افراز لكن الطيلوز ده اكس تنشن للبروتو بلازم بتاع البارنكيمة cells الادجيسنت الموازي او المجورة او اللذقة الملاصقة يعني لل الزايلن بيس الوطراكيد حلو كده طيب ده خارجي ده داخلي ما تبنعش الدخول لانه اريد دخل جسم النبات مفيش غريب ايه غير سي انها ايه انه هما الاتنين ايوه سامعت متقول هما الاتنين يا دكتور are induced وكلمة induced معناها formed as a result او as a response to infection كاستجابة للاصابة فيه عنج cut wound يبقى فيه حصل او هيحصل penetration فاقفل اسد المكان ده عن طريق الجن حصل penetration للميكروب ودخل وصل الزايلن بيسر اقفلها او blocking by forming of dydles الاتنين induced نيجي النمبر 32 بيقول which of the following prevents the spreading of microbes through plant tissue مين في دول بيمنع انتشار الميكروب من خلال انسجة النبات core formation بيمنع ايه الانتشار معرفش يهو ماسك ليه في التايدوزيس بس هنا مرة يغيرها ماشي يعترف core formation ولا gums deposition ولا legnen deposition ولا plant hyper sensitivity الكرك والgum والlegnen بيمنع دخول الميكروب الplant hyper sensitivity ان الplant نفسه killing the infected or injured tissue or organ or part in order to prevent the spreading of microbes بنص كده فالإجابة هي دي النقطة 23 نقطة مهمة قوي على الجزء الخط بالفنغاي وياريت تفتكر البريد مثلا البريد مول الفنغس تقول احنا اخدنا امتده اقول لك في الجزء الخاص بالل ال اللي هو ال كان عنده حاجة اسمها مايسيليم مش كده وحاجة اسمها هايفا او هايفي اللي هي الخيوط الخطرية كده دي صورة او ده شكل ضمن اشكال ضمن انواع الايه المايسيليم فكلمة مايسيليم بالعربي بالعربي غزل فطري يبقى ده تخاص من بالفنغاي معايا كده فالفنغاي لما ينمو دي خيوطه وهنا السيباريت غير بريد مورد بيكون انسباريت غير مقصمة طيب باين اول دي بلانتسل ذهي وعندها فاكيولو خلورو بلاستي الاخير واد الفنغاي ماشي بدأ يكون الريزويد بتاعته جوا خليف النبات عشان يبدأ ينمو طيب لان كل كل الفنغاي هيتر ترفق مش قوته ماشي دي معلومات يعني طرق ومية اولة وتانية وتالتة سنة طب ده اللي بيقوله الصورة اللي قد هو عادي بقى يسألك علي البلانت هيفتجيب ده زي بقى انت لو مش فاهم الصورة هتجاوب بقى فانا بيقول the plant which of the following represents the plant response as illustrated by the old figure بس زي ازاي جمز deposition ولا على رغبة جمز مفيش قدامي الصورة تقولي ان الخلية انتفخت ده الفاكيو المريحة هتقولي اه بنص الكتاب يقولي المورفولوجيج اللي بتحصل غزل فطري معايا كده بنعمله عشان نمنع المتشار المرض للخلايا المجاورة لي يبقى احبس الفطر داخل الخلايا اللي هو وصل لها بس طيب وقت الزمين of defense وسيلة الدفاع to which the plant results اللي بيلجأ لقى النبات when it failed in resisting a microbe that spread in some of its station طبعا اخر الدواء البتر دي حكمة او جملة بيسأل دايما في مواقف زي دي معاكده اخر الدواء البتر فالhyber sensitivity بالنسبة لك هي الإجابة لأنها خلاص هو مش قادر يقوم والمرض انتشار نعمل ايه خلاص kills the infected او injured part خلاص كده اللي أنا جولها أنا والذي لو سمعيني أنا لو صباعي واجعني يقول الناس بقبل كان باب extremity يعني يقول لك لو صباعي او دراعي واجعني اقطع بس فدي الhyber sensitive response طبعا الكورك لأ والجم والكافر الاخير ودي كلها وسائل مقاومة كان لسه فيه النبات لسه عنده امل انه يقضي على المايكروب او يمنع انتشار لو فشل خلاص يعني وظيفة مناعية مزدودة مش كده الـ بيعمل ايه تقول الله هو بيكون وده وده وحيان دبي اللجنة طيب دي ايه دي دي معلومة تتعلمين عن لكن دي كده ده كده دور واحد هل ممكن يكون لي دور تاني عاية كده بالاضافة للفات ده او طبعا طيب 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 لو هساعد في الفيزيولوجيكال سابورت هل لو افترضنا يعني هل ده ليه علاقة بالاميون تقول لي موسي الوول شوف بقى الناس انا اتفكر بايه او اقول لك انت بتفكر ازاي الابيو ديرمال سيل تقول لي فيها كيوتن من برة والكيوتن ليه فبالتالي لو السيل وول عليه كيوتن طيب هل الفيزيولوجيكال سابورت بنزل تعتبر وظيفة مناعية في المقام الاول لا معايا كده طيب ايوة كده ودي اضاق يعني او دي تشمل ايه تشمل الجملتين اللي فوق معايا كده يعني الجملة الاول هو بيكون منلي او سيلولوز و يبقى كده هو ليه بري اجزيستين استراكتشنا سابورت و اميون ايش حلو كده ادي اول وفي نفس الوقت لو حصل سويلنج معايا يحصل له ابتزور مش من الووتر باي ازموسيس فيحصل سويلنج او ترجيسي والسويلنج هنا بيكون وقت البنتريش يعني وبالتالي الجملة اللي تشمل الاتنين دول هي سيل يبقى رجد سويلستانس ار دبوز او 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 بقى اللي بيحصل معايا كده انا قلتها لولادي وانا بشرح لهم من حتة دي قلت لهم ايه زي احمد حلم في فيلم بيقول ايه برضو بيبالغ كعادته يقولك او انا في الحرب كان جات لي رسولة في دراعي فروحت انشاد الدراعي اوي كده وعضلاتي اوي كده فرسولة ردت الناحية التانية طبعا يعني بيبالغ بكلامه لكن فالفكرة ان البلانت لما يقرب منه باسوجن او يحاول يعمل انتفاخ الانتفاخ ده يعمل له شيء من الصلابة شوية تدي له مناعة او عمان وبالتالي الثيولوز والليجنل اللي عليه والثيولنج يعتبر هما الاثنين ده بالنسبة للسؤال 35 برضو نتأكد لا مش هو اللي بيعمل الكبر بس كده طيب يبقى 36 يبقى اخر نوت في الصفحة دي some pathogenic fungi produce an enzyme called cutinase يا سلام which lysis cutin to facilitate the penetration of fungus into the plant cells الله ده يعني ده فنغاي نصح قاود to which of the following means will the plant resort at infection البلانت هيعمل ايه surrounding the mycelia by an insulating cover قول لك والله اي سؤال عرفان غاي دور والنباب يستجيب ليه ازاي بشكل مباشر هتقول لي مواكيد هيعمل insulating cover لانه already ده اللي موجود على ابترمل cells بتاعت البلانت فخلاص اريد اخترق curc formation ده خاص باللي stem increasing epidermal sickness بعد ايه بعد ايه ابكي عليه واشتاء لي يعني ايه دكتور بعد ايه ده تحترق pre-existent ده اريد الفنغاي دخل انا لسه هكون طبقة تانية يعني انا هغط عليه هو اصلا اريد يجبه البلانت سيل لأ جمز deposition برضو ده خاص باللي stem ايه وهو هنا بيقول لي ان الفنغاي عدة وعدة يعني كده احنا بعيد كل البعد عن كل الكلام ده يبقى اللي جاب هي الاولى ان انا خلاص حصل يبقى surrounding the mycelia of fungi by insulating cover جرفت بقى يلا بقى which of the fallen graphs ايوه expresses the available pace for the passage of water inside a plant tracid that was exposed to cut cut بالك من السؤال ده وكويس نحل وقال الاجابة اللي ممكن ترجع له براحتك يعني يعني يا دكتور هرجع بيك كده رسمة عشان مرسم شتين وتبقى رسمة بتاعة الكتاب اوضح بالنسبة لكم اه اه ادي بلامت البيسل او اي اي ام كان طب اللي هنا والله كور ده كان فراغ بتمشي في الووتر والسلت لما بدأ يتكون يحصل فيتكون تايلوز بدأ ال كافتي بتاعنا كفوليوم يقل يا معنى كده العلاقة بينهم اي يعني كل ما يزيد تايلوز كل ما يقل الفراغات الموجودة هو بقى بيسأل بيقول اي هو بيقول اني جراف بيعبر عن ال فراغ بس لما تركيد اكسبوز دي اي كان بقى هيتعرض ليه المهمة حصل خلاص يبقى يزيد بعد الكت يا رجل ده انا مش حايف بحاجة غلط طب كان عالي جدا وبعدين قل وبعدين داد طب هيديد ليه معايا كده برضو برضو لأ برضو غلط وبالتالي لا اي ولا دي طيب بي ولا سي سي كان قليل زاد بعد القط يعني برضو لأ معايا كده وبالتالي الاجابة هي B نشرحها بقى كان الكابتي كبير السبيس عالي بمجرد حدوث القط هنا مش كده ايه اللي حصل دكتور بدأ السبيس ييه ييه اللي تدريجيا لأقل مستوى ده ليه لانه حصل تكوين طيلوزيس تبلوك زي ايه زي او زي خش بقى على جزء المعلومات وللأسف غير كاملة وغير واضحة وغير محددة واسلتك لحد كبير متدخلة ولعيب والله ما عندنا ولا عندك لعيب في المعلومة المكتوبة فانت هتحاول يعني تجيب يمين وتجيب السؤال شمال ويمين وشمال كده لحد ما تصل لإجابة المظبوطة معاي وفقا اللي انت فهم ماشي لكن مع الاسف الجزء الخاص بالإميونتي محتاج إعادة صياغة من أول وجديد كانت طبعا نتقال لكن ما فيش حاجة بتنفذ على الأمر الواقع معاي كده فلحد ما يخصل ده انت هيتعلم على معلومة قدامك وتحاول تجاوب بها لأسئلة وفقا اللي واضح طبعا كلمة يبقى على طول الريسيبتور ماشي كده اللي هي موجودة وبتزيد بعد الانفكشن حراث كنوع من أنواع الريسيبتور هي الريسيبتور وديه الكميكال اللي عنده طيب the type of pathogen هل الوسيلة المناعية بتنشط أو بتنشط النشط المينز معايا كده حسب نوع البيسيبتور مش قوي antimicrobial protein and the receptor كل دول يعني استجابات مين بنشطها هو الريسيبتور طيب يا دكتور ينفع الريسيبتور and the pathogen طيب الباثوجين طيب يحدد نوع الاستجابة لكن مش هو ده نشط تعلم كده طيب which of the following is or from the means of the second line of defense in the plant طيب هو مش موجود بشكل محدد الفيرست والسكند لكن بقولك بريه حلو كده طيب يعني دي already سواء حصل 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 او لأ في الريكزيست جميلة موجودة ادي اول ايه ادي اول فاصل طب حصل حصل حجوم يبقى انا هقوم ازاي بالجوم او الكورك او طي طب ما قدرتش كل دول فشله خلاص بقى يقول ميكروب بدأ انتشر يبقى هنعمل ايه هنخش على الانتمايكروب يبقى ابدأ اكون كيميكالز او بايو كيميكالز ابدأ هاجب بين مايكروب او الباتجين احسنقضي عليه دي كده تعتبر مناعة شوية سبسيفك معايير كده وده بالتالي هو الخط الدفاعي التالي مش التالت في النبات عندنا احنا بعد الخط ثلاثة معايير لكن حصل اول وسيلة يعمل يا ضم يا كورك يا تالويس طب ما قدرش بقى وفشل في كل كلام ده يبدأ يصوش فيه البيو كيميكالز فهدور هنا على حاجة اه يخص البيو كيميكالز مش هلاقي إلا الكمورميشن أو فينوز طيب ننزل بقى لفورتي which which of the philom must be found to activate activate زي stimulate يبقى برضو receptor البيو كيميكال immunity activate الانت ميكروبية كيميكالز كده اللي هم آآ فينو وكان فانين وغلايكوسايدز الاخير كل دول برضو يعتبر استجابة مناعية مش منشطات طيب فورتي وان بيقول when the plant is infected by a pathogen which of the following is from immune means for destroying the mycrow لما النبات يكون مصاب بmycrow مين في دول من immune من دي وسائل المناعية اللي هتضمر المايكروبية ادور بقى الواكس ده pre-existing thickening of cell wall with livenin برضو pre-existing blocking of some tracid دي induced ومش كيميكال معايا كده ومش هتضم دي هتمنع انت شعر مفيش غير الفينول طب الجليكوسides and non-protein amino acid are similar in all of the following حلو السؤال ده except حلو كده ايه بقى that they are found in plant before occurrence of infection الجليكوسides وال non-protein متشبهين في كل دول معادة هل هم موجودين before اه طبعا معايا كده وموجود قبل وبعد بس الطبيعي بنتركزهم بيزيد بعض they are toxic substances for microorganisms اه they respond to the effect of receptor اه الريسبتور بتنشطهم طب they have the same chemical structure اكيد glycoside شيء glycoside جاي من glyco يبقى sugar يعني non-protein اللي هي amino acid خلاص كده اللي مش دخل بتكوين البروتين من قول النبات ده تركيب وده تركيب تاني وبالتالي هم متشبهين في كل دول معادة دي اخذ بالك من كلمة accept 43 ولو انت لسه مكمل معانا ربنا اوويك ولو انت لسه فتح الفيديو فانا بحييك برضو لان انت هتفتح الفيديو على الجزء اللي انت محتاج تشوف اجابته صح ولا غلط وليه مع الشرح هو ده الغرض من الفيديو مش ان انت تقعد 3-4 ساعات جنب فيديوهات لا نادر ولا غير نادر اكيد معنا احترمنا لجميع الفترة اللي جاية يعني طريقا كده لو انت بتسمعنا الفترة جاية فترة مهمة اوية هتفرق معاك ومعاك جدا هتحول مستواك يعني هتغير حاجاتك القوية ونهتكتك اخر السنة شهر الستة اللي هو بعد 4 شهور من دلوقتي احنا النهار ده اتنين اتنين اهو وقت تسجيل تقريبا هتلاقي الدنيا مختلفة فالفترة اللي احنا فيها دلوقتي هي فترة حرجة جدا لو انت ريحت وغبت وماقدرتش تفوق بسرعة هتفرق معاك لو لميت نفسك بقى دكتور وتقدر تلم انت قده انت وانت قده معاك بشرط تكون عندك معلومة سابقة طب ولو ويع حاجة في النص كله بيتلم في الآخر وإحنا مرضو مع بعض إن شاء الله which of the following means act or acts on killing the pathogen تكون بقى من كلمة ايه بقى كلمة directory هيقتل ال pathogen directory أولا التايلوزس ما بتقتلش حاجة حلو كده دي اللي وعت على في عناي على عناي حلو كده طيب ال hyper sensitivity هتقتل النبات بال مايكروب اللي جواه بعد ما يكون بقى خلاص انتشر وهو ماقدرش عليه وبالتالي ما يمشيش معها كلمة directory تيج بقى ايه glycoside و detoxifying enzyme حلو ال detoxifying enzyme بتعمل ايه دي antitoxin مضادات للسموم اللي بيكونها الباسجن ماشي كده بتحولها ال non-toxic سؤال هي اسمها detoxifying يعني بالعربي مكتوبة جميلة اوي في العربي انزيمات نزع السومية بتنتزع المواد السمة اللي في الباسجن بيكونها عشان احمي نفسي من اخطارها لكن هل بتقضي عليه ولا بتحمي النبات من اخطاره بتحمي النبات من اخطاره الجلايكوسايد toxic to the pathogen هي والفينول بس يبقى دورها killing the pathogen يبقى الترجب بتاعنا اقتل من ميكروب مش اتعامل مع مفرزاته وبيعك من دي كوالي 44 بيقول لنا which of the volume can be accompanied by the mechanism of hyper sensitivity in the infected plant من في دول ممكن يكون مصحوب بالhyber sensitivity معايا كده يا طرق formation of tylosis ملوش علاقة ليه التايلوزيس تمنع الانتشار يبقى لسه في البداية الhyber sensitivity معناها ان النبات خلاص الـ الـ يعني انتشر في الجزء ده فهيقضى عليه كل swelling of cell wool ده انا كده بمنع انتشار وهو انتشر خلاص والhyber sensitivity معناها كده معناها killing the infected او injured part formation of cork برضو لا increasing the concentration of phenol اه ليه الفينول زي ايه زي جلاكوسايد تعتبر ايه toxic to pathogen اي ان كان نوع في الحالة دي انت بتقول لي الhyber sensitivity ده دي ميكانزم لو حصل failing لكل اللي فاته tylos و cork وغيره تمام كده فبدأت ايه اتعامل بيه اللي فيها بيحصل ايه killing the injured part المواد القاتلة عند النبات سلاحه هو من الفينول يا رب يكون الكلام ايه واضح وسريع على قد ما نقدر وبقدر الامكانة هو عشان ما محدش يعني يقولنا الفيديوهات محتاجة ايدت وبطيئة الاخير لان احنا بنعمل يعني اقصى من اقصى ان شاء الله وبقدر الامكان كل فترة بنحاول نزود جودة الفيديوهات من حيث الصوت او الصورة او من حيث السرعة في التعاون معنا اسئلة عشان ما اطولتش عليك من في دول بيتكون نتيجة او بعد اصابة النبات معنا كده بباتجن يعني كأنه بيقول لي كاستجابة للاصابة هل يطر الريسيبتور لا الريسيبتور موجودة تريد تريد بعد الايه بعد الانفكشن لكن مش بتتكون افتر اكسبوزيك يبقى هنا السؤال هنا او برضو يعني الكي بوينت هنا بالتبقى الكي بورد هي اا فورمت افتر اكسبوزيك طيب قدام بقى ايه كان فانين وسيفالوسفورين ودي توكسيفاينج انزاين الكانابانين والسيفالوسفورين دول نون بروتين امينو اسد موجودين معايا كده قبل وبعد اللي بيتكون بعد بس هي الدي توكسيفاينج انزاين وكان في سؤال في امتحان قبل كده وهتشوفه في التعامل السابقة معايا في الوجود عندك برضو في المواصف بعد نهاية الديونة دي او الشابتر ده هتلاقي جدول كده محترم ماشي يقولك ده تكون قابل ولا قابله بعد ولا بعد بس فما فيش غير الدي توكسيفاينج انزاينج اللي بتتكون بعد فقط ملقاش اي موجود قبل الايصال طيب هاو فر هاو فر زي ستاكمنج ليا دي تكسيفاينج انزاينج ايضاينج انزاينج بفور بيين انزاينج طبعا نقول لقول غلط ما هي اصلا ما تكونتش قابلي بقى ازاي بروتكتب كلمة بروتكتب يعني واقية واقية يعني يعني موجودة عشان تحمي نفسه بتحميه من الاصابة وهي بتتكون كنتيجة للاصابة وبالتالي الجملتين غلط يبقى الجملة او الاجابة الصحية دي ان two statements are wrong how far these statements ايوا دي مولت لا السئلة دي هتفيدك هتفتح دماء كده عشان تقدر تستوعب المعلومة بشكل اكبر واحنا موجودين عشان نعمل ده فالجملة اقول كده صح their presence always indicates the occurrence of an infection in the plant وجودها يشير لحدوث اصابة طبعا هي موجودة قبل معايا كده هي وموجودة قبل الاصابة يبقى هل وجودها يدل على الاصابة لا اللي بوجوده يدل على حدوث اصابة فعالية فالجملة الاولى صح والتانية غلط ندور بقى على الاجابة اللي تنشي معنا هتلاقي اجابة كبيرة الفيرست is correct والسكن is wrong على الاس كده زي ما احنا قلنا في الشرح في البداية 48 how do receptors in the plant cells work as a mean of defense دور الريسبتور ايه كوسيلة او مناعية او دفاعية والله هما دور مستميراتور ماشي يعني كاترست يعني حاجة زي كده طيض they act as an insulator هو قال احنا هنا insulator متخدش كلام بالشبه to stop the spread لأ they bind to chemical substances that are produced by the plant to increase their effectiveness والذي bind to protein molecules that are present on the surface of pathogen and stimulate the immune response الله الجملة التالتة يعني تدرس بصراحة معايا كده طرح ما هي stimulator ودي هتفهمها انت أكتر لما تلاقي او تاخد الجزء الخاص بالهيومن وتسمع عن حاجة اسمها immune receptors اللي دورها bind with proteins اسمها antigens on مثلا bacteria او مايكروب surface حلو كده فالبلانت عنده حاجة شبه واول ما تلاقي حاجة فيها stimulating وكاتاليفت وفي جزء بيولوجيكال زي البلانت يبقى على طولي في بالك البروتين معايا كده هي مواد بترتبط بالبروتين الموجود على سطح الباسجين وتنشط الاستجابة المناعي طب الاولى او سري اللي فوق منها على طول بيقول لي بترتبط بالمواد بالمواد اللي النبات بيتكونها عشان تدود تدود فاعليتها يعني مش ده لو انت فاهم كده لا مش ده المظبوط الجملة التالتة اصح 100% طب ربعة المهم تعال بقى نشوف 48 احنا قلنا كده 49 يبقى كده يا دكتور عرفت الحيطة دي وياريت اهو الجملة دي تكتبها اذا نوت في كتابك او مذكرتك وتزودها كمعلومة عشان تزود فهمك ليه الجزء ده لانه مهم ومعظم اسئلة اللي بتيجي اخبر بالك ان التمن درغات على البيانونتي بشكل عام يعني البلانت اساسي معيك لازمك ما ياخد يجيب فيه سؤال يعني كده يعني نقطة من التمانية اللي حاجة نقطة او نقطتين يعني ماشي يعني نقطتين والستة البقية على اليوم بقى لان اليوم فيه اجزاء طيب باسجينز بروديوز توكسك سبستانس ماشي which type of the following will be produced by the plant to limit their هار يا رأيك عايق كده to limit their هار عشان احد من ضررها لكن ما قتلهاش ما قليش ان انا اقاتل باسجينز هتعامل عمشاك مباشر ده انا هتعامل مع المواد اللي بينتجها دي انا شرحتها في الجزء اللي فات في detoxifying enzyme يبقى كانوا بيقول مين في دول هيقلل من المواد السمة معايا كده او اثر المواد السمة اللي بينتجها الباسجين باس يبقى detoxifying enzyme السفالوسبورين والجلايكوسايت الاثنين toxic للباسجين الرسيبتور السموليتر ومش اي علاقه الباسجين in which the receptors are similar to detoxifying enzyme ايوه they are specific والا their highest concentration occurs during the infection with a microbe والا they are pre-existing in the plant والا they have a direct effect against microbe طي they have a direct effect against microbe لا هما الاثنين indirect they are pre-existing معايا كده ال receptor موجودة قبل معايا detoxifying enzyme لا فضل اول جملتين اللي ممكن دمالك تروح له a b طي the r specific with their highest concentration occurs during the infection with the microbe الجملة التانية بيقول لي ان اعلى تركيز الياه بيحصل اثناء الاصابة اه طي the r specific detoxifying enzyme and receptor ما عنديش معلومة واضحة تقول ان receptor ده معايا كده مواد محددة او مواد متخصصة والدليل انهم بيتعاملوا مع اكتر من نوع من الباثج غير الهيومن غير الهيومن عشان انت لو خدت الهيومن قبل ما تسمع كلام ده عن كلام ده الولادي يعني كده تبقى انت عارف فكلمة specific معنانا هو متخصص لباثج معين يبقى الرسيبتور ده يتكون البكتيريا دي الانزايم ده يتكون للفانجايد ده ما عندكش معلومة طالما سكت عنها يبقى مش عندك يبقى الاجابة الصح هي التانية لانها ما فيش غيرها دي اللي عندك في معلومة وزي منتفقنا احنا منجاو وفقا المعلومة على قد ما بنقدر اللي عندك خلاص لو في بقى معلومة نقصة او معلومة زيادة او معلومة مش واضحة انا حاول بقدر الامكان عشان تقدر توصل الاجابة الصح بدون ما توجه على دماغك السؤال اللي بعد كده جميل طالما رسمة اللي فات دي كلها سيدة داش وراء بعضها ما بحب بصراحة اي يعني لو احط الحمس نوع عام هتلاقي كل رسم او اي بي سي دي اي بي هنا معناها ان انا موجود جيت عندي بي وزت يبقى هنا اكيد حصل انفكشن هلو كده وبعدين بعد ما خلصت على المايكروب تركيز الرجع زي ما كان تاني يبقى بي هنا انا بشرح الجراف بي هنا هي نقطة الاصابة لانها نقطة التحول طب بسي هنا انا كده قضيت على المايكروب فالطبيعة خلص كل العساكر والجيوش يرد نقعوا الى سكانتهم فنرجع لتركيز نا النورمال دين زي ما كنت ده شرح الجراف في سؤال 51 طيب بيقول بقى من الموجود قبل الاصابة والله ما فيش غير الاسيبتر وزات بعدها وبالتالي الاجابة هي الاولى السيولوز والكيوتين ده موجود قبل وبعد بنفس التركيز الانزاين يزيد بعد بس يبقى انا كده وافصل اهو هو موجود قبل وزات بعد وولادي سمعيني الكلام ده وعارفين ايه بقى الاسيبتر اتويتش بوينت ده انفكشن اوزبتان تول ده اخير طبعا بي ولا اصال حلو يعني اجابة جميلة ومختصرة كلمتين صغيرين اه اه لا لا اخير صد من غير الداش نقعد نرعب الالفاظ ونغير جملة عشان خطر نرقبط الطال مش مدرستي او او دونوت دونوت او دونوت ايبقى اكيد بيسألني عن الدي توكسفاني انزاين لانه بيتعامل مع البي انتجه البي ايه كده مش مع البي نفسه وبالتالي طيب وبردو الريسيبتور leaves of some plants produce inhibitor mash for stopping the germination of the reproductive structure of some pathogens as a mechanism of defense against ايه الplant اه اوراق بعض النباتات بتنتج مواد مانعة inhibitors اه كده مثبتات باللغة العربية عشان توقف الجرمي nation of reproductive structure عايا كده نمو الاعضاء التكثرية بتاعت some pathogens as a mechanism of defense against يختار insect ولا virus ولا earthworm ولا فانجاج الجملة بتاعت germination of reproductive structure هم مين reproductive structure سلام على الجمال سؤال حلو قوي ولذيذ رغم نعمله orange جميل ليه orange ما عامل عشان اختارته ساعة لكن الفكرة حلم بص يا دكتور هو الربوداكتور بتاعت الفانجاي ايه spores مش organ مايجيش بقىش بقى في بقى تقول تستو ovary ولا مش هنولد ايه معايا كده spores هي اللي هتعمل germination وانت عارف من الدرس من شابتر بتاع الربوداكتشن germination بتاع spores بيحفل امتى في حتة what or moist يعني مهدجة water حلو كده فانا همنع water settlement يعني همنع spores نها تستقر ونها تنبت وبالتالي فانجاي ينمو حلو كده فبالتالي بعض اوراق النباتات بتكون عوائق زي مين الهير والثور السؤال ده ما كانوا مش هنا كانوا في جزء الاولاية بس مش مشكلة يبقى الاجابة هي ايه فانجاي لهذا السبب طب و insect insect مش تقف على الورقة وتنبت اللي هيا والفيروس اصلا مش كان حي يرمي والإرث الورم ده ده الانسكت معايا كده وبالتالي اجابتك هي الفانجاي 54 بيقول when when the plant is infected with a microbe mesh it responds by secreting chemicals against pathogen how are these substances transferred to the different plant parts لما النباتي هو الصاب بيستجيب بإفراز مواد كيميائي يعترى بقى ازاي المواد دي هتنتقل هتنتقل عن طريق البسكولار system زي الموفلوين اكيد مش الريسبتور ولا الفاكيوم ولا الابريدربس بس يعني كان البسكولار system بالنسبة للبلانت اللي هو زي البلود بالنسبة فلو فيه ميكروكي معي دخل جسم النبات او دخل جسم الانسان الجسم هيستجيب انه يكون مواد كيميائي يسمى لي خلاص كده المواد كيميائي دي انتقل عن طريق وسيلة النقل الوحيدة جوه الجسم النبات اللي هي الزي المصليم او جسم الانسان اللي هو البلود مش كده وممكن الليم في بعض الاحام اللي انا بيها تخش بقى على 55 if you know that tanic acid is an organic chemical compound ماشي produced by some plants where it acts on constructing معايا كده يعوق برضو او يضيق بقى يا سف عذرة the mucus tissue all in the tongue and the interior of mouth when eating them what is the type of immune response of these plants عذرة بس عشان لوحد شوية دور البردس بواي شوية المهم يعني عاية بقى وضح الجملة الطويلة قوي دي ده نبات بيكون مادة كيميائية بتخلي الميوكا station اللي هو الانثيرة المخاطية اللي موجودة في التونج والانتير والماؤ ما تتكونش او تديق معايا كده وبالتالي بالاخر كده بتكون مادة ما تخليش النبات ده يكون يعني اللسان او البق يستفيه بدارش يبلعه طيب فالمبدأ الكيميائي دي انت طبعا مش انت اللي هتأكل النبات بيحمي نفسه من يعني 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 يجي يجي الحيوان يأكل النبات ده فيلاقي المادة الحفظية دي فيحس ان الميوكا ما تكون شي ديقه نوعا ما قلله في الطنج وغيره فبالتالي هي بجونة واحدة لا يستسيقه فبالتالي الحيوان مش هيح ايه مش هيعجبه النبات مش هيكره طيب اولا اصنفه على انه ايه خب بالك بقى انه هو بريديوز طب هو بيعمل ايه بيعمل كذا هل قالك انه هو بيعمل ده كنتيغة الاصابة اصابة ايه ده فيه انا مل هتغذى عليه طيب هو مادة ايه هو مادة كيميائية خلاص يبقى ما ينفعش تكون خلصت يبقى انت في جميع الاحوال مش هتكون الاجابة لا ايه ولا بيه خلاص كده فقال هي بري ايجزيستنج ولا انديوز انديوز ده وقال لي هذا الريزالت الى اخيره مفيش يبقى هي بري ايجزيستنج بيو كيميكا والسؤال الازيذ وفكرته بسيطة وحلوة يبقى تاني البلانت بيكون تانيك أسد ده خلاص عشان يخليه غير مستساغ للحيوان اللي هيتغذ عليه معايا كده في الحالة دي ده يعتبر بري ايجزيستنج وبيو كيميكا اللي نبدا كنيا which of the following immune means is demised by vanishing the danger of infection in the plant تاني بقى الخطر اللي بيتعرض لي النبات او نتجة الإصابة بيه طيب vanishing the danger of infection يعني القضاء على خطر الإصابة طب بيخرج بيخرج توكسين معايا كده التوكسين دي محتاج حد يواجهها يبقى anti-toxin يعني دي toxifying enzyme طب الكورك ملوش اي علاقة بكل الحوار ده الريسيبتور مجرد منشط والطيلوليس مجرد بيمنع انتشار لكن ما هواش بيقضي على خطر الإصابة هو بيمنع انتشار الإصابة او بيمنع عظام البداية طيب some plants can produce inhibitor وخلاص هو الحمد لله قربنا نخلص معايا for germinating spores of some passage معنى استعلمها من شوية نفس القصة الباسج ده هو الفنضاي والسبور هي الreproductive structure طيب بيقول in order to defend themselves which of the following may be produced by the plant to perform this rule يا ترى الريسيبتور الريسيبتور منشطات لغيرها لكن ما هياش مقاومة او منعها للجرميشن طيب the detoxifying enzyme مش بتتعامل مع الباسج ولا مع السفور بتاعته بتتعامل مع الكيميكال اللي بيكونها وبالتالي لا اي ولا دي فقدمك بي او سي فينول او سيفالوسورين حلوة كده في بقى نقطة هنا هو بعد الجزء الاسف وفق للمعلوماتكم في المانعك بتاعك مش فاصل ما بين استخدام الفينول والجلاكوسايد والسفالوسورين والكنافانين معايا كده لكن للعلم السفالوسورين ده اصلا مضاد حيوي بس مضاد حيوي بكتيري وفقا للكتاب قالك انه اكتر منه لكن اللي بيكونه النبات عشان يمنع الباثوجين انه يعمل الجرمانيش الورفانغاري بشكل خاص هو الفينول معايا كده فالحين ما يكون الكلام يعني يتم تعديل معلومة الكتاب في الجزء ده لانه فعلا متداخل جدا تبقى عارف كده ان الفينول والجلايكوسايد دول توكسيك اساسي وكيلنج لل الفانجاي بشكل خاص معايا كده وتمنع الجرمانيشن بتاع السفورز بتاعتها والسفالوسفورين بروتكتف وتوكسيك للبكتيريا بشكل اكتر معايا بكتيريا جروف طيب تعالا نشوف 58 جراف اهو وبيقول لنا طبيعي طبيعي الريسبتر لما يحصل كانت قليلة وتزيد فعين ترجع تاني تقل وفقا ل البسجن ده او لا فيانا بيقول لنا يا ترى الاولى اللي كانت عالية وقلت لا طب وبي ما بيه زي عالية وقلت وسبت وطبعا لا طبعا كان كان فارغ هي معايا كده موجودة قبل حصل انفكشن زادت معايا كده تم القضاء على البسجن هتقل مرة تانية وترجع للدوم طيب ما كانتش موجودة اتكونت وقت الانفكشن طبعا كانتش مش مضبوط وبالتالي اللي جابها فيه بدون ايه بدون خلاف طيب نيجي بقى نشوف 59 سؤال عالي هون جايب لي جراف ليه اه سؤال حلو قوي ليه ليه انه جابلك اكتر من حاجة مين x y z x بالنسبة لك stable يعني موجودة قبل وبعد ما لاش اي علاقة بالانفكشن يبقى بريجززت على طول زد ليه الردة هي كانت موجودة قبل وزادت بعد يبقى دي اقرب للريسيبتور طب وي اتكونت بعد الانفكشن عاية كده اوقت الانفكشن يبقى اه دي بقى نشوف هو مديك اختيار شكله ايه بس انت كده عرفت ان زد هي الرسيبتور اساسي موجودة قبل وزادت وقلت ورجعت تاني لمستوها طيب و x دي ثابت يبقى دي بريجززت ادور بقى على حاجة اول اخيرها الرسيبتور اهم يبقى غبتك ما بين ايه طيب ينفع x تبقى كورك لا الكورك دي انديوست يبقى بتتكون نتيجة الاصابة او وقت الاصابة وبالتالي ما تمشيش بي يبقى ايه وانا مغمط بس كده ايه كده انتهينا بس فالحلو وجميل يرتب لك هذا معلوم طيب يبقى الكيوتن موجود ثابت لنبري ملوش علاقة بحضوص الانفكشن مش هيزيد نتيجة الاصابة والكورك بيتكون اثناء الاصابة ممكن دورنج انفكشن وافتر ريكافري بيثبت معاك يعني النبات بيكونه عشان يحمي نفسه من البنتريشن اوكي وبعدين بتفضل معاك لانها بس مش كيميكا او بيو كيميكا طيب السؤال بقى 60 ويا رب نخلص كده على خير جاب لي صورة للليفز واحدة هيلثي فيها مادة X والتانية جالها باسجن فالانفكشن سيل كوينة X بيقول لي in the following figure when a pathogen attacks the plant cell compounds X are produced which choice in the following table represents compounds X and the mechanism in the following figure معاك كده طيب ريس compound X مش كام ماغود قبل موجود في ال الهيلثي سيل في الأصل آه بس فيه نقطة ثانية لأ ثانية واحدة بقى كده ده الباسجن لما حصل الانفكشن للسيل دي كوينة compound X مشي في البلانت لحد مواصل إيه للهيلثي سيل كنوع من أنواع البروتكشن وبالتالي لو انت اخدت بالك من حاجة الميكانيزم أكون لها ديتوكسيفاينج انزيم وده مش موجود في الصورة محصلش أي تخلص من أي نسيج مصاب بالعكس ده أنا بعت الكيميكا الفكرة لازم تجيب الميكانيزم اللي ماشي معاه وبالتالي ترانسفيرنج سرو باسكتور سيستم مش تايلوز فورميشن فقعد ماغك تروح لكلمة إيه لكلمة تايلوز تماما لأنها بعيدة كل البعد عن الإجابة بالصح كده وصلنا للسؤال نمبر سيكستي وخلاص ده أجمل سؤال بقى وأوضل صورة لسؤال في الأسئلة اللي فيتقلها تخيل بقى كده من سؤال اللي فيتدول ده أفضل معايا كده نوعا ما يعني أو إلى حد كبير سؤالي المعنى هو نفس هو قال لك إميون لينز معايا كده اللي هي خطوط مناعية أو دفاعية أي أن كان يعني قال لك نمبر وين ريبرزنس جميل ونمبر 2 أو ريبرزنس بلينت أفتر إنفكشن طيب لو بلينت أفتر إنفكشن بقى ده شكله فكان فيه كمباوند هنا قدامك أهو كمباوند دي موجود أفتر إنفكشن مش موجود هنا في الحالة دي ما عندكش غير دي توكسفاينج إنزاين طيب لو خطو لك من كمباوند موجود قبل وبعد وتقريبا أو تركيزه قبل أو بعد واحد يبقى ده معايا كده فقد كان موجودة قبل بتركيز أهل وبعد كده زادت حلو كده بس زاد أكتر طيب أيا كان يعني هو بقى هيسألك على دور تقدر تجاوب بسهولة بالشرط تكون فائد معايا وبرضو بالاستبعاد سيمبل A refer to A معايا كده وضض سيمبل A refer to سيمبل A كان موجود قبل وزاد بعد ماينفعش يكون الكيوتن لأنه ثابت الدي توكسفاينج إنزايم ماينفعش تكون أي ممكن تبقى دي طب والتايلوزيس التايلوزيس بتتكون after infection مش مش بتزيد يعني هي برضو ممكن تكون من ضمن الباونز او اللي تكونت كنتيجة للإصابة مش موجودة قبل وزادة بعد وبالتالي ما فيش قد الإجابة الزهرة جدا لك هي في الجزء التاني أو سؤال التاني يقول لي وضض بي برضو كان مليل وزاد فيها بعد هو عشان بقى ما يلغبطش نفسه ويلغبطك معايا ما جاب لكش ريسيبتور وكان الفانين جاب ده في سؤال وده في سؤال طيب بيه هنا برضو ما ينفعش يكون لغم ولا تايلولز لأن الغم والتايلولز بيتكونوا عايا after cut أو infection أو exposure جرته أي كان لأي إصابة من أي نوع كي في الحالة دي يبقى بيدة برضو ما ينفعش يكون detoxifying enzyme لازم يكون canavanine يبقى canavanine موجود قبل وموجود بعد بس بيزيد أكتر زي وزي receptor طب و c c ثابت يبقى cut طب ليه قلت مش جم مش جم ولا كورك ولا يعم ثلاثة induced الكيوتن ثابت اتكون خلاص يعني كده مش هيزيد نتيجة الاصابة طب ودي قلنا ان دي ما ينفعش يكون إلا detoxifying enzyme على كلامنا على anti-microbial protein يعني كده أو البيو كيمكا اللي بيتكون نتيجة الاصابة هو detoxifying enzyme طب وريسيبتور كامavanine فين موجود قبله وموجود بعده وبيزيد فين يعني كده نيجل السؤال بنفس السكة برضو معايا كده مع اختلاف الطريقة بيقول لي ان هنا في concentration of substance Y والmoment of infection يعني هي كانت تركيزة في النورمال معايا كده يعني في العادي زادت بعد الاصابة وسبت فبيقول لي substance Y is considered amine of A innate immunity ما ولو innate يعني structural معايا كده حواجز طباعية ولو هي حواجز طباعية مش هتزيد بعد الاصابة اكي وبالتالي ما ينفعش وكلمة innate هي هي pre-existing structural immunity اكي طيب طب structural immunity as a response to infection by a microbe لا ليه لان لو هي induced as a response of infection يبقى هي بتتكون بعد فقط مش هيجيبها لي يعني هيجيب لي graph من اول هنا direct لو بيكون على tilosis او cork او gum او morphological changes ايا كان الشكل اكي فده كله بعد الاصابة مش ايه مش موجود قبل وبالتالي هي biokinica الانياج والماده دي ممكن تكون receptor وممكن تكون ده قلنا كان ذنين او phinol او غيره فهو اللي بقى what do you expect substance y to be برضو بنفس الطريقة مش tyros ومش gum قلناها ومش lignan معايا كده يبقى ممكن تكون جانبا معايا كده ولو اجب لك receptor او phinol برضو اختر فده السؤال ليه بنفس الفكرة بس حيوين جد سؤال six three ده جميل قوي طب بيقول لي which the following statement is applied to substance وغيرس انا خلصوش 62 ده معايا كده بيقول يا ترى it exists implant and decrease after infection غلط هي بتزيد طب هي موجودة قبل وبتزيد بعد اه طب it recognizes the microbes and activates its action بتتعرف على الميكروب وتنشطه لا فلو هي receptor هتمشط الاستجابة المناعية immune response مش الميكروب نفسه hydrolysis the substance that are secreted by mycrobe ده ده على detoxifying enzyme مش كنا بدي فهو موجود في plant قبل infection وبيزيد بعد وكي كده طيب السؤال ده فكرته جات فأسئلة مختلفة وجات فنحسر عم زمان بس على رومون هنا جاب لك السفالوس بورين وdetoxifying enzyme وحط بينهم point x وبيقول لي هو ايه المشترك بين الانزايم وبين السفالوس بورين والله هما اللي اتنين بيكونوا الامينو أسد ناس طولي ما هو قال لك non-brotein amino acid آه هي احماض امينية امينو أسد بس مش دخل بتقوين البروتينات التركيبية اللي لاسترخش البروتين زي بتاعة البلانتو حلو كده مش من دون العشرين نوع اللي احنا هنعرفهم من أولى سنة طيب يستحيك الامونوس ولا فاتي اسد ولا فالإجابة هي امينو اه اسد وعرفنا ليه لان هما الاتنين احماض امينين طيب نيجي عند what does letter y المشترك بينهم هو معايا كده ليه لان كيوتين ده اساسي معاك في السابورت والفيزيولوجيكال سابورت بتاعة والستراكشرا امينيسي طيب كيوتين وي ايه لانه حتطلق معاك كذا واحد يا ترى سيلولوز وليجنن ايه بعت انت قلت كيوتين اساسي معاك طب كيوتين وسيلولوز هتقول هو الكيوتين مش زي وزي بسمحة مراحيم الهارد ده اصدع الكيوتين فقط ليه في الفيزيولوجيكال سابورت ودايريكت في السابورت وإيه وبالتالي الكيوتين بالنسبة لنا وانا شرحته في الجزء الاوليان في الاساسي الاوليانية الكيوتين بالنسبة لنا جزء مهم قوي يعني يا ريت تبقى عارف هو ليه في المناعة التركيبية والدعامة التركيبية وإن دايريكت في الدعامة فالإجابة دي شاملة لكل، فقط السؤالين كده يا رب نخلص على آخيرة ها هو مافيش ريسيبتور، يبقى مافيش حد هيستجيب ولا هينشط الاستجابة المناعية يبقى، لو انا بكعمل على الانت مايكروبيان، طيب يبقى، هو كده كده موجود، يزيد بس، يبقى مش عدم تكوينه، عدم زيادته تختارها مش هيزيد، لأنه مش ريسيبتور، كده لأنه هنا بيقول لي عدم تكوينها، وتكوين الانزيم دي بيكون بعد الإصابة كنتيجة من التنشيط بتاع الريسيبتور، دي جابت الطلب اللي بيفهم بسرعة a plant suffers from؟ أي بقى؟ obvious rapid spreading of virus. اه، يبقى آخر الدواء البتر with losing the control of this spreading، خلاص، ماقدرش يتحكم في انتشاره زي الوضع اللي احنا عاشين فيه في مصر حالين اقتصادية يبقى، المهم، which of the following immune means has or have exposed to a disturbance in this plant؟ انتشر ومش قادر يمنع انتشاره. اه كده. اه اه بتعمل ايه? بتعمل ايه? ما خلاص هو انتشر. ومش نقدر ان يقوموا كلهم في حيطة واحدة. دايما المواد دي مواد سبيسيفيك يعني موجودة في سيرتين سايت. يحصل اصابة في جوز معين يتم المقاوماته. برضو نفس القصة. في النور الثلاثة بيكونوا على نفس الايه? الحكاية بنفس التأثير. الهايبر سنستيفيتي اه. لان لو كان عنده كان قدر يتخلص من الجزء المصاب. معايا كده. بمجرد عدم قدرته على مقاومة. وبالتالي البلانت تسافر from an obvious rapid spreading of a virus. اه انتشار سريع وواضح لفيروس معين. وبالتالي يفقد قدرته على منع اه اه او التحكم في الانتشار ده. معايا كده. وبالتالي حصل خلل في اه اه الهايبر سنستيفيتي. تعال بقى نشوف شوية كده اسئلة من الايسيه المقالية. يعني نجاوب الايه? بنقدر اه عليه بشكل سريع. معايا كده. وممكن بس هنا بيقول بلد كلوت اه 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 اللي بيشبه الطيلوزس. لان البلد فيسل هنا يشبه الزايلان فيسل. والبلد كلوت بتمنع لو افترضنا يعني. معايا اه 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 نتيجة حدوث العصابة معايا. 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 معايا بس لحظة. اه هنا لازم يحدد لي البلد كلوت بتحصل فين? في ال اكسترنال بلد فيسل. معايا? وبالتالي الاقرب لها يبقى الكركة والجمب. ان انا هسد اه 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 القط. معايا لازم بقى لازم يتقطع واتعرض للهواء. فيبدأ يكون بلاد كلوت. مش داخلية لازم يحدد هنا. لو داخلية بقى بطايلوز. لو خارجين بقى جام وكورك. طيب بيسأل على نمبر 2. ماشي. ماشي. أثر على صعود المية. سعود المية. سعود المية. سعود المية. يبقى كده بيتكلم على الزايلان بيسل. ايه بقى الميكانيزم المناعية اللي البلانت هيستخدمها. اوكي. عشان يقاوم الكلام ده. اولا ما فيه قط. يبقى حاجة من مبدأين. يكون كوركو جام. ادي واحد. وصلنا للزايلان بيسل عشان. يبقى كده فورميشن أوف تايلوزيس. لو المايكروب كيميكال. وانا عايز نشط بقى الحاجات التانية. يبقى فورميشن أوف اه او انكريسن أوف الريسيبتور. والبيو كيميكال فيما بعد. يبقى يدخده من الاربعة واربعة. كوركو جام. تمام كده. ده واحد. زايلان بيسل عشان عشان اسرع الاسد. وووتر يبقى تايلوزيس. واخيرا الريسيبتور عشان البيو كيميكال. نحل كده نمبر ثري شكله جميل. بيكلم على الريت اوب ابزوربينج ووتر فروم زايل. ابزوربينج ووتر يبقى كده دخلت على الزايلان. وين بقول لي وين ان انفكشن اوكيرد ان افلانت ات بيرفورمز اثيرتن اميون رسپونس. and the opposite table shows the change in the absorption rate of the plant to water after occurrence of infection. what is the type of plant immune response? what is the importance of this immune response? طيب انت بتقول لي في وقت الاصابة كان كام ثويني فايف كوبك سنتيميتر. بعدها باربعة وشرين ساعة قل بقت عشرين. خمستاشر. معايا كده. وسبت. يبقى بلانت يعمل ايه? كده بقى في مشكلة في الووتر ابزوربشن معناها ان لازم يعمل تكون او ان فيه طي لز كونت. يبقى دي induced structural immunity. طيب. بيقول لي بقى what is the importance of this immune response? اقول لي والله بس كده. بس كده. نجري شوية كده شو كده في رسمة او حاجة. ما فيش الحمد لله. طيب. نبص. what is the first immune response? that tomato to plant resource to win a fungus invade. it leaves through stomata. طالما. الفنغاي ده دخل خلاص واخترك. عدى. مش هقدر كون حاجة برا. يبقى بدأ اتعرف عليه عن طريق الريسيبتور. معايا كده. ونشط استجابتنا. المناعية ضده. عن طريق البيو كيميكورزة بقى. ايا كان نوعها. بما انه بما انه fungus يبقى فيه نول اساسي. ايا كده. اقول كان غريبا فيها. طيب. اه. number six bullet which immune response does the bean plant resort in order to prevent the spreading of fungal pathogen. ماشي. invaded its tissue after a period of time from the beginning of infection. بعد فترة من الاصابة مش قادر يمنع. يبقى بعد كده او عايز يمنع ان تشهره بعد فترة من الاصابة. يعني معناه ان هو ايه مقدرش يتفعل معه في البداية. يبقى كده هنقول الهايبر ساستيريتي. اوكي? دي بالنسباله افضل لنوا تو جيت ريد او فور بتاعي اللي انا عدتها. يقول طالما ما فيش استجاهة منعية باي في مشكلة فتاقوين الى receptors. وبالتالي اكسب لين بقى? اقوله والله. لين ال receptor دي? هي الضرها recognizing the pathogen. وبالتالي stimulate the immune response by dopamine образом, Church of pho Gothenic Debbie Client. بس سؤلة المقالة بتاعة ال 문제가 سهلة جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو ده آآ آآ افاقتكم وانفع وانفع ليكم. اشوفكم على خيرن شاء الله في فيديو اللي جاي. Doesn't forget subscribe u share. وان شاء الله رب العامين. يعني بس لما اليومين الجو برد دوليا خلاص على خير كده ونبدأن ننزل شور. آآ هكون في فيديوهات جهيدة جدا جدا بشكل مختلف لكم اثاسي ثالثة ثانوية والاولى وتانية ان شاء الله بتوفيق اليكم كان معكم مستر ناتر نوردي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته